بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وابنات تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في حل اختبر نفسك على الدرس الرابع الوحدة الثالثة الطاقة والوقود المفهوم الثاني عن الطاقة بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار ده علامة صحة أو علامة خطأ واحد يعتبر الفحم النباتي من الوقود الحفري كلمة الفحم النباتي لو قال لي الفحم فقط أقول له العبارة صحيحة لكن لما يقول لي الفحم النباتي لا الفحم النباتي ده يعتبر مصدر من مصادر الطاقة المتجددة ليه لأنه بيصنع من مين بيصنع من النباتات يبقى إذن هذه العبارة إيه خاطئة رقم اثنين ركوب الدراجة للتنقل بدل من السيارة من وسائل الحفاظ على الوقود الحفري طبعا هذه العبارة إيه صحيحة رقم ثلاثة يجب ترشيد الوقود الحفري لأنه مصدر طاقة متجددة هو فعلا المفروض إحنا نعمل إيه نرشد الوقود الحفري لكن في حاجة غلط هنا إنه طاقة غير طاقة متجددة طاقة متجددة غلط لأن الوقود الحفري طاقة مصدر طاقة غير متجددة وإذن هذه العبارة إيه خاطئة رقم أربعة يحترك الوقود في محطات الطاقة لإنتاج الكهرباء طبعا هذه العبارة إيه صحيحة شاء الرقم بقى أكمل العبارات التالية ترشيد استهلاك الكهرباء يعني لو أنا رشدت استهلاك الكهرباء خففت من استهلاك الكهرباء ده بيساعد على نقطة استهلاك الوقود الحفري بيساعد على إيه قلة استهلاك الوقود الحفري لأن أنا بستخدم كهرباء كتير يبقى أنا محتاج وقود حفري أكتر ليه لأن أنا بس بولد الكهرباء من إيه من استهلاك الوقود الحفري اتنين مصادر الطاقة المتجددة هي التي تتجدد بعد وقت قصير من استهلاكها زي إيه عندي إنها مصادر طاقة متجددة زي إيه؟ مصادر الطاقة المتجددة زي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكمان إيه؟ وكمان المياه تلاتة من أنواع الوقود الحيوي أنواع الوقود الحيوي زي إيه؟ بينما من أنواع الوقود الحفري زي إيه وإيه؟ طبعا أنا أقول له الخشب والزرة وإيه؟ والعشب طيب بينما من أنواع الوقود الحفري أقول له إيه؟ أقول له النفط والفح وأقول له الغاز الغاز الطبيعي رقم جيم حد دي الخطأ في الجملة التالية وأذكر السبب في خطأ هنا الوقود الحفري من أفضل خيارات الطاقة التي يمكن استخدامها في خطأ إيه هو الخطأ أقول له طبعا الوقود الحفري الوقود إيه الحفري دي خطأ طب إيه هو الصح طبعا أنا كده حددت الخطأ اللي هو الوقود إيه الحفري المفروض أقول له إيه أقول له الوقود الحيوي من أفضل خيارات الطاقة التي يمكن استخدامها بكده حبيبي ننتهي من حل اختبر نفسك صفحة 70 من كتاب سلاحة تلميذ على الدرس الرابع مادة العلوم بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته